اشكر لي ولوالديك وفي الخبر الصحيح أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك فيزدرف الإنسان أولا أن تعم بركته والدي والله ليس البر أن تأتي إلى والدتك وهي تطربك ثم تستشيل نفسك أقبل أو لا أقبل وإنما البر أن تعرف رغبتها قبل أن تقولها وأن تستنطق عينيها قبل أن تتفوى بالكلمات فتعلم رغبتها تعلم مقصدها تعلم حاجتها فتقضيها لها تحافظ على ماء وجهها تمنع أمك أن تسألك وأنت لا تصنع هذا لأنها أمك تصنع هذا لأن الله جل وعلا أمرك به تصنع هذا لأن الله وصاك به فأنت تعظم الله في برك لأمك وتعلم أنك قادر على أن تخرج عنها أو منها بأكثر الأعذار لكنك تصنع ما تصنع لتنال رضا الله الواحد القهار هذه المنازل العالية والدرجات الرفيعة التي يوسرها الله جل وعلا على من يشاء من عباده وهي تحتاج إلى حسن ظن بالله وأن ما ينتابك يثيبك الله جل وعلا عليه ومن تعلق قلبه بالله لم ينظر إلى ثواب الناس ولا إلى ما في أيديهم بعد ذلك ينظر الإنسان لحاله مع المسجد فالمساجد بيوت الله والله قال وقوله الحق الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصبح إلى أن قال جل ذكره يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ثم بيّن جل وعلا أين مظنة نوره أين مكمن نوره أين يوجد قال في الآية التي تليها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصاء أنت أيها المبارك برحمة الله تذهب إلى المسجد ولو قدر أنك أردت بعد ذهابك إلى المسجد أن ترى مواضع قدمك أن ترى آثارك التي قبل قليل مشيت عليها ربما جاءت الرياح جاء عامل ما مسؤول عن الحي فأذهب كل ما قد وطئت عليه وتقدر الرياح على أن تزيل آثار قدميك لكنها والله لا تقدر على أن تزيل آثار ما خطوت من صحيفة الملك محال أن تقدر أن تمحو الرياح ما كتبه الملك لك يوم تلقى الله قال ربنا إنا نحن نكتب ما قد